وللمزيد حول دخول المساعدات عبر معبر رفح يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل مشاهدين الكرام نرحب بكم من هذه النقطة التي تبعد أمطار قليلة عن بوابة معبر رفح المصري حيث دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما ترون من خلفي على جانبي الطريق تصطف كل هذه الشاحنات وأيضا الشاحنات التي تأتي من معبر رفح بعد أن أفرغت حمولتها من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية المختلفة كما تتابعون حجم هذه الشاحنات الكبيرة ليس فقط أمام معبر رفح ولكن أيضا في هذه النقطة التي تبعد أمطار عن معبر رفح بخلاف أيضا على مرمى من البصر البعيد من هنا على جانبي الطريق وصولا إلى مدينة العريش وأيضا الشاحنات التي تصطف عند المركز اللوجستي للهلال الأحمر نتحدث تحديدا عن أنه اليوم دخل من خلال هذه البوابة بوابة معبر رفح من الجانب المصري نتحدث عن 135 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 143 شاحنة إلى منفذ العوجة نشير أيضا إلى أن بوابة معبر رفح استقبلت حتى اليوم أكثر من 22 زيارة لوفود أجنبية ومنظمات إقليمية ودولية مختلفة في حين أن مكتب الأمم المتحدة للتنصيق والشؤون الإنسانية يشير إلى أن نتحدث عن أنه منذ بداية هذا العام تسع بعثات فقط هي من استطاعت الدخول لشمال غزة من أصل 29 بعثة مقرر لها أن تذهب إلى قطاع غزة لكن الجانب الإسرائيلي لم يسمح بوجود ووصول كل هذه البعثات إلى قطاع غزة وعدم السماح بإتاحة التصريح لهم لمتابعة الأوضاع هناك وهذا ما يؤكد ما تحدث به الأستاذ ديارة شوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الوفود التي تأتي إلى معبر رفح المصري لم يمانع الجانب المصري من وصولها والاطلاع على كل الجهود المبذولة لكن لم يستطيعوا الدخول إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود تصريح لهم من الجانب الإسرائيلي والخوف أيضا على حياتهم فإذا نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة لم تتوقف ولم تتوانى مصر منذ اللحظة الأولى لدخول هذه الشحنات وكما نرى هذه الشحنات التي عادت بعد أن أفرغت حمولتها عدد كبير من الشحنات سواء كانت شحنات أو مواد غذائية أو مستلزمات طبية هذه الشحنات ستعود إلى مدينة العريش وإلى مركز الهلال الأحمر الاستراتيجي في مدينة العريش ليتم شحنها بعدد آخر من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية فيما يتعلق أيضا باستقبال الجرحة والمصابين نتحدث عن أنه حتى هذه اللحظة كان هناك استقبال من عشرة مصابين والمرافقين لهم وعدد أيضا من استقبال استقبال عدد من الرعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية إذن هذه هي الصورة عدد كبير من الشحنات المصطفى بخلاف الشحنات الموجودة أمام المعبر لدخولها إلى قطاع غزة اشتركوا في القناة